صباح الخير للجميع. طابة مساؤكم، طابة أوقاتكم أينما توجدتم. شكراً لاندمامكم إلينا الآن في هذه الجلسة لإطلاق مجموعة أدوات تطوير برنامج الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعة المسلحة. بالاشتراك مع تحالف حماية الأطفال في العمل الإنساني. اسمي بريجيت كيندي فيستر وأنا أخصائية حماية أطفال في اليونسيف. أنضم إليكم من مدينة نيويورك في ولاية نيويورك ويسعدنا أن تنضموا إلينا في هذا الحدث. ما يزال بعض الأشخاص ينضمون إلينا مجدداً. أرحب بالجميع في هذه الفعاليات. يسرنا جداً أن نقدم لكم مجموعة أدوات تطوير برنامج الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعة المسلحة. سأقدم لمحة عامة عن جلستنا اليوم. سينضم إلينا سيد هاني منصوريان. أحد رؤساء تحالف حماية الأطفال في العمل الإنساني. يقومون بعمل واسع في حماية الأطفال. بما في ذلك فرقة عمل المعنية بالأطفال المرتبطين. وهي أحد الداعمين لمجموعة الأدوات هذه. سيكون أيضاً لدينا كلمة عن وصف لمجموعة الأدوات هذه. مع السيدة سندرا منيان. وحديث عن العراق وتجربتهم في تجربة هذه مجموعة الأدوات هذه ميدانياً. وسيتنسان لنا الفرصة لطرح بعض الأسئلة والأجوبة. أريد أن أذكر الأشخاص الذين انضموا إلينا للتوء. تتوفى لديكم خدمات الترجمة الفورية باللغات الإسبانية والفرنسية والعربية. الساعة الآن التاسعة وأربع دقائق. سأعطي الكلمة الآن للسيد هاني منصوريان. ليقدم كلمة افتتاحية حول دور تحالف الأطفال في العمل الإنساني في مجموعة الأدوات هذه. شكراً جزيلاً لكي بريجيت. شكراً لكل من عمل على تنظيم هذه الفعاليات. وشكراً لجميع المشاركين لإطلاق مجموعة الأدوات هذه. في عام 2020 تحدث الأمم المتحدة أن أكثر من 8500 طفل تم اشراكم في المجموعة المسلحة. وهذا ارتفاع كبير في هذه النسبة. وهي لا تقتصر فقط على البلاد التي تشملها الأمم المتحدة. للأسف فإن هذه الأرقام ترتفع مقارنة مع سنوات الماضية. وهذا يسلط الضوء على أهمية مجموعة الأدوات التي نطلقها اليوم. هذه الوثيقة تردم هوة مهمة بتقديمها لمبادئ توجهية تساعد المجموعات والمجتمعات للاستجابة لمشاكل الأطفال الذين يتم إجبارهم على الانضمام إلى المجموعات المسلحة. وهو أيضا تساعد هذه مجموعة الأدوات الممارسين والمزاولين ومصممي البرامج على تقديم المهارات ودورات البرامج ليتم استخدامها من الموظفين مقدمة أمثلة عملية على نحو يمكن التعامل معه بسهولة واستخدامه بشكل هام وفعال. بالنسبة لأهم هذه العناصر في المبادئ التوجهية التي تقدمها مجموعة الأدوات أريد أن أتحدث عنها اليوم. تتمثل في مسألة منع أو مسألة الوقاية التي تقدمها هذه الوثيقة. إن الوقاية من عمل الأطفال في المجموعة المسلحة كجزء من الاستجابة وإعادة دمج الأطفال في المجتمع تزيد من قيمة أهمية هذه المجموعة نظراً لأهميتها. كنت أفكر قصة أحمد أحد زملائنا أحمد من شهباء في سوريا في 2012 كان عمره 12 عاماً. أضطرت عائلته للهرب من مدينتهم بسبب الحرب. ولكن قرر أحمد أن يتعلم من إخوته وأضطر أن يترك المدرسة. وذهب إلى مخيم لجوء في 2015 عندما ذهب إلى عدى المدرسة بدأ من الصف السابع ولكن كان ذلك صعباً عليه لأنه اضطر أن يتعلم من جديد. لم يريد أن يجلس في صف مع طلاب أصغر من عمره. كان يرغب في العمل لكن فرص العمل لم تكن متوفرة. وكان كل يوم يفكر في الانضمام إلى أحد إحدى المجموعات المسلحة. لكن لحسن الحظ كان هناك مجموعة أو منظمة غير حكومية محلية أطلقت برنامج لمساعدة الأطفال على منعهم من الانضمام إلى المجموعات المسلحة. نجع أحمد في الانضمام إلى هذا البرنامج. وأكمل تعليمه حتى تخرج من هذا البرنامج. كان أحمد على قريباً من أن ينضم إلى هذه المجموعات المسلحة. ولكن للأسف هناك الكثير من الأطفال الذين لم يحلفهم الحظ للانضمام إلى برنامج تنمية مثل ذلك. وذهبوا إلى المجموعات المسلحة. ولكن هذه البرامج يجب أن تلتزم مع الأطفال وتبدأ بوضع استراتيجية واضحة. للأسف لم يكن لأحمد أن يمر بهذه المشكلة لو كانت مجموعة أدوات مثل مجموعة الأدوات التي نطلقها اليوم متوفرة. أريد أن أتشكر زملائنا في اليونسيف لدعمهم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وفرقة العمل وأعضائها الذين ساهموا في مجموعة الأدوات هذه في شتى المراحل. ولم تكن لهذه الوثيقة أن تطلق اليوم لو لم تكن لمساعدة وكالات ووكالة التعاون الدولية. أريد أن أشكر ساندرا أيضا هي أحد كاتبي أو كتاب هذه الوثيقة لعملها الرائع. أتمنى لكم يوما سعيدا وجلسة وفعاليات مفيدة لإطلاق مجموعة الأدوات هذه. الكلمة لك مجددا بريجيت. رائع. شكرا هاني لكلمتك السرية. وأيضا أريد أن أؤكد على شكرنا وتقديرنا لساندرا مانيون. كثيرا من الوقت كنا نفكر أن ممكن أن جائحة فيروس كورونا ستمنعها من الاجتماع. سأقدم ساندرا حاليا. هي أحد مستشري الكوفاك أو مجموعة الأدوات للأطفال المرتبطين. عملت على استراتيجيات مماثلة. تم استخدامها بهذه الأدوات. وأيضا لتطوير البرنامج. وهي أيضا تقود أحد قائدي هذه المجموعة وهذا البرنامج. سأعطيك الكلمة الآن ساندرا لتقديم. لنعرف ما هي هذه المجموعة الأدوات وما هي أهم مبادئها التوجهية. ساندرا شكرا سأقوم بمشاركة شاشتي معكم. أرجو أن تكونوا قادرين على رؤيتها. صباح الخير مساء الخير للجميع. يسرني أن أرى أشخاص أعرفهم وأحبهم لاندمام لبرنامج أو مجموعة أدوات تطوير برنامج الأطفال المرتبطين بالجماعات والقوات المسلحة. تم تطويرها تحت إدارة اليونسيف ومجموعة التخطيط الدولية بلان انترناشنال. في مجموعة الأدوات هذه هناك موارد عديدة ستجدون مبادئ توجهية حول تصميم برنامج حماية الأطفال من المجموعة المسلحة. هناك موارد تدريبية، إرشادات وعروض ومعلومات أيضاً وبعض الأدوات لوضعها في سياق المنطقة أو البلد الذين تعملون فيه. تم تجربتها في أربعة دول، أربعة بلدان، بوركينا فاسو، جمهورية كونغو ديمقراطية وأفغانستان جزئياً وفي العراق. في كل من هذه الدول قمنا بتنفيذ تحليل سياق وخمسة أيام من التدريب مع المزاولين، وقمنا بتقديم الدعم الفني عن بعض. تضمن تحليل السياق منهجيات متعددة مثل تحليل المخاطر، تحليل القائم على المساواة بين الجنسين، تحليل الجهات المعنية، وكيفية وضعها في السياق. مما مكن الممارسين من كسب فهم حول حالة الأطفال، وتوظيفهم، والاتجاهات التي يتبعها مجموعات المسلحة، وأيضاً التحديات التي يوجهها الأطفال عندما يتم إعادة دمجهم في المجتمعات. هذه لمحة عامة عن إطار مجموعة الأدوات، كما قال هاني فهي تتبع خطوات بدءاً بخلفية أو معلومات أساسية حول كافاك أو حول مجموعة الأدوات وبرنامج الأطفال ما هي عوامل المخاطر، الأدوار، وأيضاً معلومات حول الإطار القانوني، لقد طلب ذلك تحديداً من الممارسين الذين شاركوا في الدراسة الاستقصائية التي أطلقناها قبل بداية مجموعة الأدوات هذه. قمنا بسؤال أكثر من 200 من الممارسين المهنيين الذين يعملون مع الأطفال المشتركين المرتبطين في المجموعة المسلحة، ما هي الأشياء التي يريدونها أن يرواها في مجموعة الأدوات؟ قالوا نريد أن نعرف معلومات عن الإطار القانوني، ولتبسيط لمن لا يعرف الكثير عن الأدوات القانونية، قمنا بتبسيطها بشكل كبير. ثانياً، تحليل السياق التي تضمن ثلاث مراحل، تخطيط، الجهوزية، والتنفيذ. في هذه الخطوات، هناك موارد وتدريب حول كيفية جمع المعلومات والبيانات وترميزها وتحليلها. أما الخطوة الثالثة، تتركز على التخطيط الاستراتيجي. بالنسبة لي، هذه أهم هذه الخطوات في هذه المجموعة. هنا نقوم بإرشادكم في حول كيفية أخذ هذه البيانات ووضعها في السياق وترجمتها إلى برامج حقيقية. هنا يمكنكم أن تتعلموا كيف حول الوقاية، تحديد هوية الأطفال، المتضررين المشتركين، وإعادة دمجهم. وأيضاً هناك موارد حول رصد مجموعة الأدوات وتنفيذها، ومؤشرات لقياس الإطار التنفيذي. أيضاً هناك موارد حول كيفية التخطيط للموارد، وتطوير أو وضع إعداد ميزانية. الخطوة الرابعة تكمن في التنفيذ. هنا نركز حول كيفية إرساء بيئة آمنة للأطفال للمشاركة وحماية بيانتهم. كلنا نعلم أن هذه البيانات حساسة بشكل كبير، يجب حمايتها. وأيضاً فيما يخص رصد تنفيذ برنامجكم، بما في ذلك آلية تقديم معلومات مرتجعة خاصة بالأطفال، وموارد حول توظيف وتشغيل والتنصيق مع الأطراف الأخرى الفاعلة المشتركة في البرامج. أما آخر الخطوات تركز على التعليم، تعليم الدروس، تعلم الدروس والتقييم. هنا نشجع الممارسين بتوثيق عملهم. هناك الكثير من المبادرات المثيرة لإهتمام حول برامج أخرى، والدروس مستفادة حول كيفية العمل مع الأطفال، وكيف نترابط مع الأطفال. لكن يجب أن نقوم بتوثيق هذه البرامج وهذه المعلومات، لكي يتسنى لنا جميعاً أن نتعلم. أخيراً التقييم، وهنا تحتوي مجموعة الأدوات حول بعض المعلومات حول كيفية توثيق العمل مع الأطفال. كانت هذه لمحة سريعة عن مجموعة الأدوات ومبادئها، وموادها التدريبية وهيكليتها. الآن سأصلت بعض الضوء على بعض الأهداف الرئيسية لهذه المجموعة. أولاً، كيفية تصميم برامج محايدة من ناحية الجنس أو المستواة بين الجنسين. عندما أطلقنا الدراسة الاستقصائية للبحث، وجدنا أن الكثير من البرامج مصممة للفتيان فقط، لكن الآليات الاستراتيجية، آلات إعادة الدمج وبرامج إعادة الدمج، كلها كانت مصممة، والفتيان هم أساسها، ولم تأخذ الفتيان ولم تأخذ الفتيان بها الاتبار. وخاصة أن هذه الاستراتيجيات يجب أن تراعي كلا الجنسين، فقمنا بتضمين موارد حول كيفية قيام بتحليل يراعي المساواة بين الجنسين، وأيضاً توصيات لكيف نعالج هذه الهوة بين الجنسين في العمل الإنساني. وأريد أيضاً أن أشارك لكم أحد هذه الأمثلة من جمهورية أفريقيا الوسطى، قاموا هناك بتحليل السياق في أحدى مراحل إطلاق مجموعة الأدوات، وقمنا بسؤالهم بعض الأسئلة عن دور الفتيات أو الفتيان الذين اشتركوا بالمجموعة المسلحة. بالنسبة للفتيات كانوا يقومون بأدوار زوجات للمقاتلين، وأيضاً تحدثوا عن أمور إضافية مثل زوجات لقادة، مثل يقومون مترجمين، مصف في شعر، وأيضاً قتل سجناء أو أسرة ومهام التنظيف، ولكن أيضاً تعذيب الأشخاص وتعذيب السجناء، مما يظهرون أن أدوارهم كانت متنوعة وأكثر من دورهم كفتيات عاديات. وهذا طبعاً سيكون لديه مضاعفات وعواقب عليهم نفسياً. أيضاً تحدثوا عن العوائق التي تواجههم في عادة الاندماج. على سبيل المثال، كانت لديهم مسؤوليات باستلموا بعض الأمور لمساعدتهم على إدارة أمورهم النسائية، ولكن كان يملأهم الخوف لأن كانت لديهم أفكار في أنهم عندما يعودون إلى المجتمع لن يتقبلهم المجتمع. هذه المعلومات قيمة جداً لقد أبهرتني بأهميتها. كيف لنا أن نفهم هذه المعلومات؟ وكيف لنا أن نستخدمها في وضع البرامج؟ بغية تسهيل وتشجيع ومنح الوسائل لهؤلاء الأطفال لإعادة اندماجهم في المجتمع. ليس فقط الفتيان، بل أيضاً الفتيات، وترك المجموعات المسلحة والعودة إلى المجتمع. مثل آخر من جنوب السودان في 2017، كان هناك حوالي 1% من هؤلاء الفتيات، اشتركوا مع المجتمعات المسلحة. تم تغيير أفكار كيفية تحديد الأطفال، وقاموا برفع عدد الفتيات الذين هربوا من المجموعات المسلحة من 1% إلى 35%. وهذا يظهر لنا كيف هي أهمية إشراك الفتيات، ليس فقط الفتيان في مثل هذا العمل. عندما تكون البرامج محايدة من ناحية الجنس، ستكون أفضل وتجنبنا أن نترك الفتيات وراءنا. العنصر الثاني من هذه المجموعة الأدوات هي المقاربة التشاركية، وهنا نتحدث عن تحليل السياق التي تشرك الرجال والنساء والفتيان والفتيات من المجتمعات، وأيضا الأطفال السابقين، الأطفال المرتبطين بالمجموعات المسلحة السابقين. وهنا أريد أن أشدد على أهمية إشراك الأطفال في هذه الدراسات. عادة ما نتجاهل دور الأطفال، أشراك الأطفال مباشرة، لماذا لأننا نخاف أن نضرهم أو نؤذيهم أو نؤثر على نفسيتهم، لا نريد أن نسبب لهم أي ضرر، لكن في الحقيقة إذا أخذنا وقتنا، ووضعنا الضمانات، وسائل الحماية، وتدريب الأشخاص من أجل تحديد هوية الأطفال، وأخذ البيانات بشكل آمن، يمكننا عندها أن نقوم بهذا بشكل آمن، فأن البيانات التي نجمعها من الأطفال مباشرة تكون أكثر قيمة، أفضل بكثير من المعلومات التي نجمعها من الناضجين أو البالغين عن هؤلاء الأطفال. في هذه المجموعة، هناك معلومات وبيانات مجموعة من مقابلات مباشرة مع الأطفال، حلقات عمل مصغرة، وتدبير حول كيفية القيام بالمقابلة مع الأطفال أو بسؤال الأطفال بشكل آمن، وكيف لنا أن نحصل على المعلومات منهم بشكل آمن، وأيضاً قمنا بإعداد مؤشرات حساسة ثقافياً أو تراعي الحساسية الثقافية للتحدث مع الأطفال، وهنا نتحدث عن مؤشرات مثل عدد الأطفال الذين تركوا المجموعات، وعدد الأطفال الذين تم إعادة دمجهم. ماذا يعني الإندماج أو إعادة الإندماج في المجتمع؟ هل هذا يعني أن الأطفال لا يعملون مع المجموعات بعد اندمامهم للمجتمع من جديد؟ طبعاً تختلف السياقات من بلد إلى آخر، كيف لهم أن ينجحوا في عملية إعادة الإندماج؟ قمنا بسؤال الأطفال، ما هي أولوياتهم؟ ماذا يعني إعادة الدمج لديكم؟ فقمنا بوضع المعيير لقياس هذه المؤشرات. دعوني أتحدث عن بعض هذه المؤشرات لتساعد على وضع البرامج. أولاً الوقاية في جمهورية أفريقيا الوسطى، قمنا بسؤال عن عوامل المخاطر تحدثوا عن رغبة حصول أطفال على الاحترام، رغبتهم لحماية أنفسهم وأسرهم، تأمين احتياجاتهم الأساسية، الطعام، خروجهم من المدارس، تركهم للمدارس، وهذه يمكن معالجتها من أجل الوقاية من اندمامه للمجموعات المسلحة. بالنسبة لتسريحهم في أفغانستان على سبيل المثال، قمنا بتوثيق، لن أخفي عليكم، كانت عملية التسريح في أفغانستان صعبة للغاية، فلمن نجحوا في التسريح فاستفادوا من الدعم المجتمع والأسر، لكن اضطروا الأسر والمجتمعات للتفاوض مع رؤساء أو قادة المجموعات المسلحة أنفسهم. هذه المعلومات يمكن أن تساعدنا وتساعدكم على كيفية إدارة مسألة التسريح. بالنسبة لإعادة الدمج، نتحدث عن بوركينا فاسو هنا، قمنا بسؤال المجتمع، ما هي الأشياء التي تقوم بها لدعم الأطفال لإعادة اندماجهم في المجتمع؟ 21% من أعضاء المستقصين قالوا أن الأطفال يقدمون للأطفال دعماً نفسياً، 21% منهم قالوا أن يقدمون دعماً مادياً، نعم يمكن الاستفادة من هذه وسائل الدعم هذه لتعزيز ما هو موجود أيضاً من ناحية البرامج، 22% لتساعد الأطفال على إعادة المجتمع، إعادة الاندماج، كانت هذه دراسة أو لمحة سريعة عن تحليل السياق لهذه المجموعة وبعض الأمثلة. أخيراً أريد أن أتحدث عن أهم هذه العناصر في الدراسة ومجموعة الدواهية، في السياق أو وضعها في السياق. كل بلد يختلف عن بلد آخر، وهذه المجموعة تقدم لكم إطاراً، ينبغي أن تقوموا أنتم بتصيقها وضع في السياق، وما تجدونه في هذه المجموعة الأدوات كإطار دولي، يمكنكم أن تضعه في إطار قانوني يناسب بلدكم أو إطاركم أو سياقكم، ويمكن تكييفها من خلال اللغات، على أن لا تكون الأسئلة حساسة وأقلمتها بشكل ذلك. بالنسبة للتصميم، ستجدون في مجموعة الأدوات منهجية واضحة، تتبع أربعة خطوات، أولاً تنظيم البيانات، وضعها في جدول على سبيل المثال، ومن بعدها تنظرون في اعتبارات رئيسية من ناحية الوقاية والتسريح وعيادة الدمج، ومن بعدها رسم الأهداف، ماذا تريدون أن تحققوا، والعصف الذهني أو ارتجاع المعلومات، ووضع الأمثلة عن التدخلات التي تأتي من أماكن طبعاً مثل آسيا وأفريقيا وأمريكا وشرق الأوسط. هناك أمثلة عن تدخلات يمكن تكييفها مع البلد التي تطبق فيه. بعد أن انتهينا من التدريب في الخمسة أيام، وضعنا أمثلة عملية للمشاركين لوضع أهدافهم والنتائج حول الوقاية والتسريح وإعادة الاندماج، وقاموا بوضعها في سياق بلادهم، وهذا ما سمح لهم أن يقوموا بإعداد مشاريعهم وبرامجهم وتطويرها بشكل أفضل. كيف يمكنكم أن تستخدم مجموعة أدوات هذه؟ أولاً، تدريب زملائكم وشركائكم. يمكنكم أخذ جزء من هذه المجموعة، أو مثلاً الإطار القانوني، أو التدريب الكامل لخمسة أيام، أو يمكنكم تطوير أو إعداد تحليل السياق، مثلاً حول فهم الحالة، تصميم وتصميم البرامج، أو تصميم برامج جديدة، أو تكيف أو تبني البرامج الموجودة، من ناحية النتائج والهداف والأطر القانونية وغيرها. يمكنكم أيضاً إعداد جلسات إحاطة مع ممثلي الحكومات. أعلم أن بعض الدول قامت باستخدام الأطر القانونية لتدريب ممثلين حكوميين حول حماية الأطفال، ومعاملتهم كضحايا ليس كجنات. يمكنكم أيضاً استخدام مجموعة الأدوات هذه لإشراك قطاعات أخرى. لا يمكنني تشديد أكثر من ذلك على أهمية إشراك القطاعات أخرى، وبذلك يمكنكم الدفاع ومناصرة قضايا الأطفال مع القطاعات الأخرى. وأيضاً يمكنكم أنفسكم للحصول، الدفاع للحصول وأعلى التمويل. يمكن لهذا التمويل أن يكون على المدى الطويل، يمكنكم أيضاً المطالبة بالتمويل للمساواة بين الجنسين، ولإعادة أو لإقامة تحليل السياق. triple maxis أو ذلك يعني أن الأطراف الإنسانيين أو الأطراف العمل الإنساني والأطراف المشتركين في حفاظ على السلام، يعملون مع بعضهم لحماية الأطفال وتسهيل إعادة دمجهم. ما هي الخطوات المقبلة؟ بفضل هذه المجموعة الأدوات متوفرة بالإنجليزية والفرنسية، قمنا بوضع الرابط في صندوق الدردشة، سيتم أيضاً ترجمته إلى الإسبانية والعربية في الأسبوع القادمة، وأيضاً نخطط أن نطلق مجموعة الأدوات هذه في ثلاثة دول جديدة لم نختارها بعد، وأيضاً نخطط لإطلاق حزمة التدريب، مصممة أكثر لتدريب مرحلي، وأيضاً بمساعدة الاندي مجموعة العمل سنقوم بإطلاق حزمة التدريب، ليمكننا التوصل إلى أكثر عدد من الأشخاص حول العالم، شكراً جزيلاً، سأعود إليك بريجيد، شكراً. كان هذا رائع، سندرا، شرح مثري مفيد، وأتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة للزملاء. سأعطي الكلمة الآن لزميلين من العراق، كما ذكرت سندرا، تم تجربة مجموعة الأدوات ميدنياً في العراق، نبراس يوسف من يونسف العراق، أخصائي حماية الأطفال، وسيمون شيكولين من تغديزوم، منصق تقني في دائرة العدل. نبراس وسيموني الكلمة لكم. شكراً بريجيد، هل يمكنكم أن تسمعوني؟ نعم. شكراً، صباح الخير للجميع، يستعدني أن أكون معكم. لدينا جونيتا معنا، وكيت ريس، يعملون على ذات جدول الأعمال، وأيضاً زملائي من مكتب العراق، شكراً للجميع، يشرفني ويسرني أن مكتب العراق قام بدعم هذه مجموعة الأدوات، وإطلاقها، ويسعدنا أن كان تم اختيارنا. سأركز اليوم على تحليل السياق مع زميلي سيموني، ستحدث عن إطار القانوني، سأركز أكثر أنا على تحليل السياق، ما هي التقييم الذي استلمناه، والدروس المستفادة من هذه التجربة؟ دعوني أجد العرض أو الشرائح التي سأقدمها، ما زلت أبحث عن من أين سأبدأ، هل ترغب نبراس أن نقوم نحن بعرض الشرائح على الشاشة؟ هل تمكنت من رؤيتها؟ جيد، نعم، شكراً. كما قمت بالشرح، شرفنا أن نشارك لسوء الحظ، فأن لم تكن ساندرا قادرة أن تشارك في العراق، أن تكون في العراق، لنختتم ورشة العمل معاً. أيضاً قمنا بالاشتراك في التنصيق في هذه المجموعة، تعلمنا الكثير، كان مفيداً لنا جميعاً أن نكون أحد الأطراف المساعدين في إعادة الاندماج. كخلفية أساسية عن التجربة، قامت مجموعة العمل الخاصة بالأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجمعات المسلحة بدعم من المرقر الرئيسي. قمنا بالمشاركة في جمع البيانات مع اليونسيف وشايلد يوكي وهولند ألايانس. قمنا بوضع بعض هذه المنهجيات التي أخذناها منهم، مركزين على المساواة بين الجنسين كما تحدثت ساندرا. أيضاً قمنا بالتركيز على الجهات المعنية والعمل واستشارة أطفال سابقين. وكان ذلك أمراً هاماً بالنسبة لنا مشاركة الأطفال أنفسهم. أردنا أن نسمع منهم أكثر من أي شيء آخر حول تجربتهم وكيف عانى لهم العمل مع القوات والجماعات المسلحة وما كانت الخطوات لتحديد هوية الأطفال. وتسريحهم وإعادة دمجهم في المجتمع. إن هذه الأدوات قمنا باستخدامها لإدارة النقاشات. كان أحدها أولان على طريق الإنترنت والأخرى في شكل شخصي. بمشاركة 48 طفل بأكثر ما 39 مشاركة. وكانت حكومات هذه البلاد متضررة من الأطفال. ولكن أيضاً نتحدث هنا عن مدن مثل نينوى وأنبار وبابل والموصل. هذه مقاطعات مثل سنجاب وعشيقة وتلكيف والفلوجة والمحمودية أيضاً مدن شهدت تجنيد الأطفال مع القوات والجماعات المسلحة. هذه بعض البيانات التي استقيناها من الأشخاص الذين شاركوا من رجال ونساء وفتيان وفتيات. كما ترون فأن عدد الفتيات عدد ضئيل مقارنة مع باقي الفئات الجنسية. طبعاً ذلك نظراً للحساسية الثقافية والحساسية الثقافة في العراق. فأن لبعض الفتيات التجنيد لهم ليس بالتحديد المشاركة في المعارك. لكن ما زلنا نرى معلومات عن تجنيد الفتيات في سياق مشاركتهم مع هذه المجموعات بشكل مختلف من مجموعة المسلحة أو من جماعة المسلحة إلى أخرى. هنا نرى أن كيف تم تجنيد الأطفال في مجموعات المسلحة أو في جماعة المسلحة. ومن أهم أسباب ذلك ضغط الأسر أو أعضاء الأسر الذين هم جزءاً من بعض الجماعة المسلحة. مما يشجع أقاربهم الأطفال على الاندمام. وهناك أيضاً أسباب أخرى تتمثل في ضغط أصدقائهم عليهم أو أصدقاء في نفس العمر. شاركوا في الجماعات المسلحة وكان ذلك محفزاً لهم. بعضهم أيضاً تضرروا من الفتاوى الدينية. فلمن يعلم فأن في ذلك الوقت كان هناك سيطرة لدولة الإسلامية. كان هناك فتوى من أحد القادة الدينيين يسمح للأطفال المشاركة في الجماعات المسلحة. بعضهم يريدون أخذ الثر رداً على من قتل لهم في صراعات أو أفراد أسرة تم قتلهم. وهذا ما يحفز الأطفال على الاندمام طوعياً لتفريغ غضبهم. مما يشجعهم على الاندمام إلى القوات المسلحة. هناك أيضاً طرق أخرى يقوم الجماعات المسلحة بتشجيعهم وتحفيزهم عن طريق الأموال والأسلحة. فتكون النتيجة اندمام الكثير من الأطفال المحفزين وينضمون إلى الجماعات المسلحة للأسف. هنا نتحدث عن مخاطر عوامل المخاطر أو التي تسبب مخاطر الاندمام للأطفال إلى الجماعات المسلحة وهي تكمن في افتقاد فرص التعليم والعمل خاصة في المناطق المتأثرة بالصراعات. في عدم وجود وفرة الفرص الاقتصادية فيلجأ الأطفال إلى الاندمام. الأطفال المتهربين أو التاركين للمدرسة يفتقدون للتعليم إغراء الأموال كما تكلمنا سابقاً. أخذ السأر والعقلية المتطرفة، الأفكار والأفكار الدينية المتطرفة، فنرى أن بعض الجماعات المسلحة أكثر تطرفة من الأخرى. لا ننسى الضغط النفسي وخوف الأطفال من رد المجموعات المسلحة أو انتقام منهم يريدون أن يحموا أنفسهم عبر الاندمام إلى هذه الجماعات خوفاً من انتقامها منهم. نسبة للفتيات، تقريباً نفس الأسباب الخروجهن من المدرسة، بحثهن عن فرص التعليم، والضغط النفسي والأصدقاء السيئين. هذه كانت أهم عوامل الخطر أو المخاطر التي تؤثر على الفتيات والفتيان. هنا أيضاً بعد وسائل الحماية أو عوامل الحماية التي تحدثنا بها مع الأطفال، اكتساب مهارات، قدرات على اتخاذ القرارات عذراً، التحدث عن مستقبلهم وطموحاتهم، ما يريدون أن ينجزوه، تحدثوا عن تلك الأمور خلال المقابلات والنقاشات التي قمنا بها مع الفتيان والفتيات. هنا أريد أن أشارك معكم عن موضوع التسريح في سياق العراق قد تختلف عن البلدان الأخرى. كلنا نعلم أن البرنامج السابق لكوفاك كان هناك عملية إعادة تسريح رسمية وغير رسمية من الجماعات المسلحة والقوات المسلحة في العراق. بعض هذه الجماعات لم تكن هناك عمليات تسريح رسمية، وهذا ما أثر برفع مخاطر الحماية. على سبيل المثال، بالنسبة للدولة الإسلامية في العراق، لم يكن هناك فعاليات أو مراسم رسمية لتسريح الأطفال، لأن الصراع انتهى بشكل مفاجئ، وانتهى المطاف بالأطفال بالسجن، ببعض الأطفال بالسجن. بالنسبة للقوات الأمنية أو الأحزاب أخرى، انتهى المطاف بنقص اشتراك الأطفال بهذه الجماعات. بالنسبة للقوات الأمنية العراقية، ونظراً لقلة أو انخفاض عدد الحالات. أما بالنسبة للحزب العمل، لم يكن هناك عملية تسريحة رسمية، فكثيراً من هؤلاء الأطفال يذهبون ولا يعودون، تتعلمون عن برنامج في DDR أو الجمهورية للقوات الأمنية قد تختلف. هذه بعض العوائق التي يواجهها الأطفال. نبرأس هل لأن أسألك أن تسرع في العرض؟ أزف الوقت ونريد أن نسمع إلى كامل العرض. هناك بعض العوائق تتعلق بالمخاطر مثل إيجاد وظائف، وهذا ازداد بعد تسريحهم من الجماعات المسلحة، تهديدات بالقتل التي وصلت إلى أسرهم، خوفهم من التشرد وفقدان الأموال، وصمة العار أو ما يواجهونه في المجتمع، طبعاً بحسب الجماعة المسلحة التي انضموا إليها، في بعض الأحيان ينظر إليهم كأنهم أبطال، وبعض الأحيان الأخرى ينظر إليهم على كأنهم عار على المجتمع. الدروس المستفادة، أعتقد أنه من الهام إشراك الأطفال ليتحدثوا عن أنفسهم بلغتهم، ما هي المخاطر، ما هي التجربة التي وجهوا، كما ذكرت ساندرا، فما إذا كانوا هؤلاء الأطفال ما زالوا جزءاً، حتى لو لم يكونوا يشاركون فعلياً، لكن ماذا عن التأثير النفسي، الذي ما زال يرزحون تحته بعد اندماجهم في المجتمع؟ لبعض الأشخاص قد يبدو أن الأطفال هؤلاء تركوا الجماعة المسلحة، لكن يجب أن نتأكد أن مختلف الفئات العمرية يتم إشراكها، إشراك الفتيات، التفريق بين الفئات العمرية، وأيضاً تدريب الميسرين لإدارة هذه العملية بشكل جيد، وكما ذكرت ساندرا، رأينا هذه التفاصيل في مجموعة الأدوات، كيف نحدث توازناً بين عدم إيذاء الأطفال نفسياً، وضمان مشاركاتهم في التدريب، وبنفس الوقت إرشاد الميسرين والمزولين على كيفية القيام بذلك، ولم تكن ساندرا معنا في البلد، لكن كانت معنا خطوة بخطوة، وكما ذكرت أيضاً، كل ذلك في مصلحة عدم ذهاب الأطفال أو لجل الأطفال إلى الجماعات المسلحة، هذا كان كل ما أردت قوله، لو كان لديكم أي سؤال، أريد أن أضيف أخيراً أن بعض الحلول التي اقترحها الأطفال، وهو إشراك القادة الدينيين في العملية، والمجتمعات والأسر، لكن بسبب الوقت لا يمكننا التحدث عن كل هذه الأمور بشكل مفصل، الكلمة لك سيموني تفضل، شكراً نبراس، شكراً ساندرا، شكراً ليونسيف والتحالف لإشراكنا في تطوير هذه المجموعة، يسرنا ونفتخر لنكون جزءاً من تطوير هذه المجموعة، وأريد أن أشكر اليونسيف والتحالف للتواصل مع الشركاء المحليين، أهم النتائج الأولية التي نحن نفتخر بها هي العملية التشاركية نفسها، نقدر التشارك والمشاورة مع الشركاء والدعم التقني، لقد كانت العملية أو تجربة في العراق إيجابية للغاية بفضل التنسيق الكبير، وكما ذكر نبراس فأن الدعم كان متواصلاً خلال العملية، وقام بتطوير القدرة التقنية التي وظفتها اليونسيف في العراق، وبفضل مساعدة المنظمات الأخرى. شعرنا أيضاً أن الشركاء المحليين كان مهماً لتحليل السياق، بدءاً بالمائدة المستديرة مع الأطفال، وحلقات العمل والتدريب، وكان التنسيق التشاركية من شكل كبير طوراً من قدراتنا في هذه العملية، وأيضاً أسرني الاندماج أو التشاركة بين المرشفين على مجموعة الأدوات التي أبانت أنها عملية ويمكن تكيفها بحسب البلد، وبفضل طائفة واسعة من المؤشرات والعوامل والأهداف، وهذا ما يترجم المعايير الدولية التي نتوخى توظيفها في وضع البرامج مع على الشركاء والأطراف الفاعلة. لقد نجحنا في التوجه أو الذهاب في هذا الاتجاه بفضل مساعدة التحالف، وحصلنا الآن على توجه واضح يساعدنا على وضع البرامج بجكل شامل لمساعدة الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة. نقدر الفرصة التي منحنا للنقاش حول الأنشطة والمنهجيات التشاركية وكافة الأدوات التي أفضت إلى تطوير هذه المجموعة. هذا أضفى وضوحا كبيرا وتدخلات تقنية وفنية قوية بما في ذلك الوقاية والتسريح وإعادة الدمج. وأيضا هناك عامل مهم وهو تحديث هذه المجموعة وخاصة فيما يخص الإطار القانوني لكيفية تقطير استخدامها المثل المعلومات بشكل قانوني. في أحدى الجلسات كان هناك أسئلة كثيرة خاصة عن الإطار القانوني. ما هي الأطر القانونية والأدوات القانونية والوثائق والبرامج التي يمكن استخدامها لدعم هذه المبادرة. تحدثنا عن الإطار الدولي القانوني بفضل المعلومات. قد يفتقد بعض المشاركين للإطار أو الخلفية القانونية. يعتبرونها مملة أو غير مثيرة لاهتمام. لكن على العكس اكتشفنا أن كثير منهم لديهم اهتمام. وأظهروا اهتماماً بالأدوات القانونية التي يمكن استخدامها في العراق للمطالبة بحق هؤلاء الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة. كانت تدريب عالي رفيع المستوى على كافة الصعوب خاصة فيما يخص المهاجيات المستخدمة وتقديم الدعم العملي وكيفية تحويل هذا الدعم إلى وقاءة عملية. قمنا بتسليط الدوء على الروابط كيف نربط بين الأطر القانونية وتنفيذ هذه البرامج. نتطلع إلى كيفية استخدام هذه المجموعة الأدوات من قبل منظمات أخرى على الأرض بشكل ميدني. هذا كل ما أردت أن أقول. شكراً. شكراً جزيلاً سيموني لمساهمتكم اليوم إنه من المفيد أن نعرف وجهة نظريكم في اختلاف أهمية هذه المجموعات الأدوات. لدينا ممكن فرصة وحيدة لسؤال واحد قبل أن ننتقل إلى الكلمة الاختمامية. سندرا تحاول الإجابة على أسئلاتكم في صندوق الدردشة. أريد أن أسأل سؤالاً واحداً سندرا لكي. وهذا السؤال نيابة عن هناك سؤال في صندوق الدردشة. دعوني أنظروا إلى الصندوق لأرى من وجه السؤال. ما هي الخطوات التي يمكن أن تحدث عنها بشكل مختصر عن ما هي دورة البرمج أو البرامج كيف لنا أن نبرمج؟ شكراً لهذا السؤال. بالنسبة للتسريح هناك مقربتين أساسيتين. أولهما التسريح الرسمي يقوم الأطراف المسلحة الحكومية بالتسريح الرسمي. لكن الجماعات المسلحة وذلك يتضمن عوامل أخرى. أما المقاربة الثانية وخاصة بالنسبة للفتيات وهي عملية تسريح غير الرسمية وهي ضارة للغاية. فتقوم الجماعات المسلحة أو تقوم الفتيات على سبيل المثال بالهرب من الجماعات المسلحة وتذهب مباشرة إلى السلطات المحلية. وعندما يقوم الجيش بالتقاطهم يقومون بخطوات أخرى لكن قد لا تفيد الفتيات بشكل كبير. أن هناك أيضا طرق مختلفة لتجنيد الأطفال خاصة بالنسبة للفتيات الذين لا يفضلن أن يتم تحديد هوياتهم. بالنسبة لنا يعني ذلك من وجهة نظر حماية الأطفال كيف لنا أن نحدد هويات هؤلاء الأطفال بعد عودتهم إلى المجتمع؟ يجب أن نشرك آليات مجتمعية هنا لحماية الأطفال من مجتمعاتهم ومن نظرة مجتمعاتهم وإيجاد طرق أخرى مع مقدمين خدمات وتدريبهم من أجل تحديد هويات الأطفال بشكل آمن. هناك طرق مختلفة يجب أن نعدها في هذا المجال. شكرا جزيلا ساندرا وشكرا جزيلا لكافة الزملاء نبراس، ساندرا، سيموني وهاني لكلماتكم. سأقدم الكلمة لدبي لانتس من وكالة الإعداد أو وكالة التطوير الدولي للتنمية الدولية الأمريكية. هناك رابط حول معلومات إضافية في صندوق الدردشة لمنصة إلكترونية يمكنكم التواصل من خلالها مع ساندرا وأعضاء المسؤولين عن مجموعة الأدوات. يمكنكم أيضا استكشاف كيف لبلدكم أو برنامجكم الخاص المشاركة أو التقديم للمشاركة في المرحلة القادمة من مجموعة الأدوات. شكرا جزيلا للجميع. سأعطي الكلمة لدبرا لامتس الممثلة لبرنامج التنمية الأمريكية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية. شكرا جزيلا لدعمكم. وشكرا لعملكم المفيد المثري الذي أثرت إطلاق هذه المجموعة. الكلمة لك دبي. شكرا مرحبا لجميع. يسرني أن أكون معكم اليوم. نحن متحمسون لإطلاق هذه المجموعة. نشكر بلان انترناشنل واليونيسيف والتحالف وكافة الأشخاص المشتركين لإطلاق هذه المجموعة. هناك الكثير من الأطفال في العالم مشتركون في الجماعات المسلحة. ونريد أن نتأكد أنهم يحصلون على الرعاية المناسبة. وأيضا نعلم أن هناك عمليات مناسبة يجب القيام بها للاستجابة بشكل فعال. هنا نتحدث عن طبيعة الاستجابة، طبيعة الصراعات، كيفية اندمم الأطفال، هل هم فتيان أو فتيا. وهناك أيضا عوامل أخرى تؤثر في هذا المجال. نتيجة لذلك، نعلم أن بعض هذه المقاربات غير فعالة، ويجب أن نعدى مقاربات أفضل لحماية هؤلاء الأطفال. قامت وكالتنا بالعمل مع شركاء ودعم شركاء آخرين لإيجاد طرق لمساعدة هؤلاء الأطفال. أيضا استمعنا من شركائنا من مجتمعات حماية الأطفال، أن بعض هذه المجتمعات تفتقد للأدوات. ويسرنا أن هذه المجموعة الأدوات تحتوي على أدوات مفيدة ومهمة. خاصة فيما يخص المقاربة الاجتماعية والنفسية، وجمع البيانات، وهذا لا يؤثر بشكل إيجابي فقط على البرنامج، ولكن إدارته وتوثيقه بعد ذلك. بعد تجربة هذه المجموعة، فإن لمجتمع حماية الأطفال العالمي فرصة لمعالجة احتياجات الأطفال ووضع البرامج وتدعيم حمايتهم. بعد اكتمال هذه الأدوات، نعلم أن العمل بدأ للتهو، ويجب إطلاقها في الدول، ومعرفة كيف لنا أن نكيفها. شكرا لكل من اشترك بذلك، ونتطلع للعمل معكم مجددا ومع شركائنا حول طرق أخرى لحماية الأطفال. شكرا لك الدبي، شكرا لجميع الزملاء الذين تمكنوا من تجربة هذه المجموعة بشكل ميدني من ناحية إعداد مجموعة الأدوات. أريد أن أذكركم قبل الختام، الاندمام إلى المنصة الإلكترونية. في الأشهر والأسابيع القادمة، نتطلع إلى توزيع إلى الزملاء فرص أخرى وتجديد لقائنا. وأيضا يمكنكم الاطلاع على أدوات أخرى على سبيل المثال حول الناحية النفسية والصحة النفسية للأطفال المرتبطين من الجماعات المسلحة. أيضا هناك موارد أخرى يمكنكم الحصول على إجابات لأسئلاتكم. إلى ذلك الحين أتمنى لكم يوما جيدا وأأمل ونتطلع لقائكم بشكل قريب. شكرا للجميع. شكرا للمشاهدة